كما أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة مواصلة الحفاظ على رصيد من الاحتياط الاستراتيجي للسلع المختلفة في ضوء التكلفات المباشرة من السيد الرئيس عبد الفتح السيسي برفع الاحتياط الاستراتيجي للسلع الأساسية إلى 6 أشهر كذلك توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتحقيق ذلك جاء ذلك خلال لقائه مع وزير التموين والتجارة الداخلية على المصلح لمتابعة الأرصدة والمغزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر والاطمئنان على توفرها للمواطنين